السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً لكم أبناء طلاب الصف التاسع مع الجزء الثاني من درس تطابق المثلثات باستعمال نظرية SAS ونظرية SSS أهداف الدرس سوف نتعلم أعزائي الطلاب في هذا الفيديو نظرية تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحصورة بينهما SAS وأيضاً تطبيق نظرية تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحصورة بينهما ولكن في البداية أعزائي الطلاب دعونا نتذكر ما درسناه في الجزء السابق من الدرس لقد درسنا في الجزء السابق أعزائي الطلاب كيفية استكشاف تطابق مثلثين إذا كان في كل واحد منهما ضلعان وزاوية محصورة بينهما تطابق نظائرها من المثلث الآخر فمثلاً يمكننا استكشاف تطابق المثلث XYZ والمثلث UVW عن طريق إجراء تحويل أو تركيب من التحويلات الهندسية التي تنقل المثلث XYZ إلى المثلث UVW فنقوم بإزاحة المثلث XYZ بحيث تنطبق النقطة Z على النقطة W لاحظ ذلك ينتج لدينا المثلث XYZ وهو صورة المثلث XYZ بعد الإزاحة ثم نقوم بعمل إنعكاس للمثلث XYZ حول محور إنعكاس رأسي يمر بالنقطتين W وZ لاحظ ذلك نلاحظ أن المثلثان متطابقان إذن تم نقل المثلث XYZ إلى المثلث UVW عن طريق إجراء تركيب من تحويلات التطابق وهي الإزاحة متبوعة بإنعكاس حول محور إنعكاس رأسي وهذا يؤكد تطابق المثلثين XYZ و UVW الآن مع الهدف الأول وهو نظرية تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحصورة بينهما Side Angle Side أو SAS النظرية 63 التطابق بضلعين والزاوية المحصورة بينهما Side Angle Side لفظيا إذا تطابق ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في مثلث مع ضلعين مناظرين والزاوية المحصورة بينهما في مثلث آخر يكون المثلثان متطابقين يمكننا ملاحظة ذلك من خلال المخطط التالي فإذا كان لدينا المثلثان RST و XYZ وكان الضلع RS يطابق الضلع XY والضلع ST يطابق الضلع YZ وزاوية S تطابق زاوية Y وهما ضلعان وزاوية محصورة بينهما في كل مثلث فإن المثلث RST يطابق المثلث XYZ لاحظ ذلك النظرية 6-4 تطابق الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة لفظيا إذا تطابق مثلثان يكون كل ضلعين متناظرين فيهما متطابقين وكل زاويتين متناظرتين فيهما متطابقتين أيضا يمكننا ملاحظة ذلك من خلال المخطط التالي إذا كذا لدينا المثلث ABC يطابق المثلث XYZ فإن الضلع AB يطابق الضلع XY والضلع BC يطابق الضلع YZ وأيضا الضلع AC يطابق الضلع XZ وأيضا زاوية A تطابق زاوية X وزاوية B تطابق زاوية Y وزاوية C تطابق زاوية Z الآن إلى الهدف الثاني تطبيق نظرية تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحصورة بينهما Side Angle Side المثال الثاني من الكتاب صفحة 65 تقص منا قطعة معدنية مستطيلة الشكل على طول المستقيم المتقطع إلى مثلثين لصنع زوج من الأقراط كيف يمكن لمنا أن توضح أن للقرطين نفس الشكل ونفس القياس؟ الحل حيث أن القطعة المعدنية مستطيلة الشكل أعزاء الطلاب لذا فإن قياس زاوية A تساوي قياس زاوية C تساوي 90 ديجريز أي أن زاوية A تطابق زاوية C أيضا الأضلاع المتقابلة في المستطيل متساوية الطول ومن ثم فإن الضلع AD يطابق الضلع CB وأيضا الضلع AB يطابق الضلع CD الآن إذا قمنا بفصل المثلثين BAD و DCB سنلاحظ أن المثلثين في كل واحد منهما ضلعان وزاوية محصورة بينهما تطابق نظائرها في المثلث الآخر بالنظر إلى هذه المعطيات أعزاء الطلاب نجد أن كل مثلث يوجد تحته الشروط المتوافرة عليه فنلاحظ أن الضلع AD وزاوية A والضلع AB موجودة في المثلث BAD أيضا المثلث DCB يوجد تحته الشروط المتوافرة عليه وهي الضلع CB وزاوية C والضلع CD نلاحظ أن الضلع AD يطابق الضلع CB وزاوية A تطابق زاوية C والضلع AB يطابق الضلع CD نلاحظ هنا أعزاء الطلاب أن هذا يحقق نظرية Side Angle Side حيث أن الزاوية محصورة بين الضلعين في كل مثلث إذن المثلث BAD يطابق المثلث DCB بضلعين وزاوية محصورة بينهما Side Angle Side ومن ثم وبحسب النظرية 6-4 كل الأضلع والزوايا المتناظرة للقرطين متطابقة وبالتالي لهما نفس القياس ونفس الشكل الآن حاول أن تحل التمرين 2 من الكتاب صفحة 65 لنفترض أن القطعة التي لدى مونة على شكل مثلث متطابق الضلعين وقصت هذا المثلث على طول قطعة مستقيمة تمتد من الرأس إلى نقطة منتصف القاعدة لصنع زوج الأقراط كما هو مبين في الشكل المجاور كيف يمكن لمونة أن توضح أن للقرطين نفس الشكل ونفس القياس؟ أوقف الفيديو عيزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل بالنظر إلى المثلث ABC أعزائي الطلاب إذا افترضنا أن M هي منتصف القطعة المستقيمة BC هذا يعني أن الضلع MB في المثلث AMB يطابق الضلع MC في المثلث AMC وهذا من تعريف نقطة المنتصف لقطعة مستقيمة وحيث أن المثلث متطابق الضلعين أعزائي الطلاب فإن زاوية القاعدة تكونان متطابقتين أي أن زاوية ABM تطابق زاوية ACM وذلك وفق نظرية المثلث المتطابق الضلعين وعكسها النظرية 6-1 وأيضاً الضلع AB يطابق الضلع AC وفق نفس النظرية 6-1 إذا قلنا لفصل المثلثين أعزائي الطلاب AMC وAMB فسنلاحظ أن فيهما الضلع MB يطابق الضلع MC زاوية ABM تطابق زاوية ACM الضلع AB يطابق الضلع AC وهذا يحقق نظرية Side Angle Side إذن المثلث AMB يطابق المثلث AMC بضلعين والزاوية المحصورة بينهما SAS ومن ثم وبحسب النظرية 6-4 كل الأضلاع والزواية المتناظرة للقرطين متطابقة وبالتالي لهما نفس القياس ونفس الشكل إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من الدرس أرجو أن تكونوا قد استفدتم على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى في الجزء الثالث من الدرس دمتم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر